الرئيس الفرنسي مانوين ماكرون فعرب عن قلقه البالغ إزاءة تكثيف الضربات الإسرائيلية في لبنان وعواقبها المأساوية على المدنيين وعرب عن تضامنه مع اللبنانيين في هذه المحنة جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بيري وقال ماكرون إنه يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار فورا في لبنان وأن تحترم جميع الأطراف القرار 1701 كاملا بما في ذلك حزب الله الذي يجب أن تتوقف هاجماته ضد إسرائيل على الفور وذكر ماكرون بالتزام فرنسا بالحفاظ على سلامة لبنان وسيادته وأمنه وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وكد أن على اللبنانيين يجتمعوا من أجل وحدة البلاد واستقرارها وشدد أن فرنسا تواصل جهودها لسيما في إطار المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته الذي سينعقت في باريس وكذا ماكرون التزام فرنسا تجاه اليونيفيل وتعبئتها كل الجهود للعمل من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل دبلوماسي فيما يتعلق بالخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان من بيروت ينضم لنا الكاتب الصحفي أسعد بشارة سيد أسعد صباح الخير أهلا بك معنا ماذا يعني للبنان إن أخلت إسرائيل بتطميناتها واستهدفت موانئ ومطار بيروت حتى الآن الواضح أن الضغط الأمريكي على إسرائيل بالنسبة لطريقة إدارة هذه الحرب يؤدي إلى تحييد المطار والمرفأ وإلى تحييد كل البنى التحتية لم تقصف جسور كما في العام 2006 لم تقصف مراكز للدولة استهدف حاجز للجيش اللبناني واستشهد عسكريان ولكن لا يمكن القول أن الجيش اللبناني في دائرة الاستهداف إلى الآن وبالتالي هذا الضغط الأمريكي هو الذي يؤدي إلى التحييد ولكن من على مسؤولية الدولة اللبنانية وأجهزتها أن تنأى بهذه المرافق أيضا أن تلاقي إلى منتصف الطريق وتنأى بهذه المرافق عن أي شبهة أو اتهام بأنها تستعمل لتهريب السلاح أو ما شابه وبالتالي حتى أشعار آخر المطار محياد المرفأ محياد طالما أن هناك إجراءات أمنية رسمية لبنانية متبعة ومعتمدة تؤدي إلى قطع الطريق على إسرائيل لاستهداف أي من هذه المرافق طيب هل يمكن أن تتذرع إسرائيل بأي ذريعة أخرى لاستهداف المطار أو الموانئ سيد أسعاد ليس مستبعدا ولكن في طريقة سير هذه الحرب والواضح الاختلاف عن العام 2006 نكررها دائما في العام 2006 ضربت المطار منذ اللحظة الأولى لبداية الحرب وضربت بعض المواقع العسكرية الرادارات للجيش اللبناني على طول الشاطئ اللبناني الذريعة يمكن أن تعتمد ولكن ليس هناك من مصلحة بأن توسع إسرائيل لسيما بعد الضغط الدولي عليها الأوروبي والأمريكي بأن تحصر المعارك بالأهداف العسكرية أو الأمنية فأذن ليس هناك من مصلحة وبمعيار وجود مصلحة أو الانتفاء المصلحة لا يتوقع أن تطال غراط مطار بيروت مطار بيروت بالإضافة إلى أنه يعني يعمل إلى الآن بالحد الأدنى هو أحد الموانئ يعني الأساسية للإخلاء أيضا لإخلاء الأجانب ولإخلاء اللبنانيين وبالتالي هناك ضمانات معينة بعدم استهداف المطار ما مقدرة الجيش اللبناني على ديمومة الحفاظ على ضبط المطار سيد أسعد وأن لا يخترق بشكل أو بآخر ما توجد القرار الجيش اللبناني ينفس بطريقة ممتازة لكن عليه أن يكون مغطى سياسيا يبدو أن هناك غطاء سياسيا من الحكومة ومن راعد تفاوض الرئيس نبي بري الذي يدرك أن هناك يعني حاجة وضرورة للحد من الخسائر فما هي الجدوى للبنان بالإضافة إلى كل الخسائر البشرية والاقتصادية التي يتكبدها في هذه الحرب بأن يضرب مطاره إذا كان بالأمكان تحييد هذا المطار الجيش اللبناني ينفذ قرارا سياسيا عندما لا يوجد القرار السياسي لا ينفذ عندما يوجد هذا القرار ينفذ بطريقة حرفية ومضبوطة تماما لا سيما أن قيادته هي أيضا أثبتت منذ بالكثير من المحطات الصعبة في لبنان أنها على جانب كبير من الحكمة والحرص على المصلحة العامة والحرص على الجيش كمؤسسة أيضا نقطة أخرى بإعلام نظمة الصحة العالمية أنه حتى الآن خمس مستشفيات في لبنان خرجت عن الخدمة وأكثر من مئة مركز صحي لكن قبل ذلك سيد أسعد فقط اسمح لي مشاهدين سننتقل وإياكم إلى عرض هذه المشاهد على ما يبدو أنها جاهزة الآن لعمليات إجلاء الجيش الإسرائيلي لمصابيه من جنوب لبنان باتجاه ما شاء في حيفا إذن هي مشاهد جديدة لمروحية تجلي مصابي من الجيش الإسرائيلي وصيبوا في جنوب لبنان قبل قليل تحدثت مصادر إعلامية إسرائيلية عن أن هناك سبعة مصابين في هذه الطائرة من بينهم ضباط أعود إليك سيد أسعد كنت قد سألتك عن أن ما يحدث الآن بخصوص تداعي الجانب الصحي في لبنان إعلام نظمة الصحة العالمية خروج خمس مستشفيات عن الخدمة ومئة مركز طبي إلى أي مدى إسرائيل تحاول تكرار أو استنساخ هذا المشهد من غزة إلى الداخل اللبنانية نعم بفعل سير الحرب وطريقة القصف الإسرائيلية الهستيرية وطريقة محاولة قطع بعض الشريانات الرئيسية مثل المعبر المصنع الذي تقول إسرائيل أنه يقطع لأنه لأنه تمر عبره السلاح يمر عبره السلاح والضغط على مطار بيروت من دون استهدافه والمحاولة التضييق هذا قد يؤدي إلى نقص الإمداد أي مخزون طبي أي قدرة للكادر البشري الطبي أي مستشفى ولو كان بردبة المستشفيات العريقة وهناك الكثير من المستشفيات العريقة في لبنان وهي أصلا أصيبت بشكل كبير في منطقة المحادية لمنطقة مرفأ بيروت منطقة الأشرفية مستشفيات كبيرة أوتيل ديور روم رزق الجامعة الأمريكية كلها تقريبا كانت قد شارفت على الخروج من الخدمة وأعادة ترميم نفسها وأعادة الانطلاق أتت الأزمة الاقتصادية لنشهد نزيف في هجرة الأطباء والممرضين اليوم بالكاد كان يشعر القطاع الاستشفائي في لبنان بأنه يقف على قدمه تأتي هذه الأزمة لكي تضيف إلى أزماته أزمة كبرى لا يمكن تصور إذا استمرت الحرب لأسابيع وأشهر طويلة أن يستطيع القطاع الطبي أن ينهض بنفسه بكل هذه الأعباب المطلوب مساعدة دولية عاجلة وأعتقد أن هناك مساعدة كثيرة تصل إلى القطاع الطبي على وجه التحديد شكرا جزيلا من بيروت الكاتب الصحفي أسعد بشارة شكرا جزيلا من المطلوب شكرا جزيلا من المطلوب شكرا جزيلا من المطلوب مسقط Hasta Madagascur شكرا جزيلا من المطلوب